الطلب الأعزاب في مساقة التحليل المالي والمحاسبي بستخدام الحاسوب مرحبا بكم في محاضرتنا اليوم سنتحدث عن النسب المتعلقة بالسوق وهي الماركت ريشيو طبعا تعتبر الناس بالسوق ذات أهمية لحملة الأسهم والمستثمرين المحتملين في الأسهم ومحللين الأوراق المالية بالإضافة لبنوك الاستثمار وحتى المقرضين فحملة الأسهم المستثمرين يهمهم معرفة تأثير أداء المنشأة على الدخل الناتج عن استثمارهم في أسهر منشأة كما يهمهم قياس العاد على استثمار في الأسهم أما محلول الأوراق المالية وبنوك الاستثمار فيهمه بتحليل أداء المنشاة وتحديد تأثيره على قيمة أسهم منشاة بغية عمل توصيات الاستثمار المناسبة لعملائهم وتحديد السعر المناسب لإزارات الأسهم العادية الجديدة التي تضمنها بنوك الاستثمار كذلك فأن النسب السوق مهمة للمقرضين الذين يرغبون بأن تكون القيمة السوقية لأسهم المنشاة أكبر ما يمكن لأنهم يعتبرون حقوق الملكية حامش أمان للتغطية دون المنشاة وأخيرا يمكن إضافة أن نسب السوق مهمة لإدارة المنشاة لقياس تأثير أداء المنشاة على أسعار الأسهم العادية في السوق لأن الهدف في الإدارة المالية هو تعظيم المساهمين أو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقية للسهم هذا بشكل بسيط ومختصر فيما يتعلق بنسب السوق بداية حكينا أن نسب السوق إلى ذات أهمية وأولوية لحاملة الأسهم والمالكين أو المساهمين بالإضافة للمستثمرين المحتملين في الأسهم يعني أشخاص بدون يقوم باستثمار في الاستقبل في قطاع الأسهم إذن بهذه الحالة يهتموا في نسب السوق بشكل كبير بالإضافة محللين الأوراق المالية لبنوك الاستثمار كمان عندي حتى المقرضين الغاية من ذلك ليش بتهم لنسب السوق بشكل أساس؟ لو هنتعرف على بعض النسب المتعلقة بالنسب السوق على سبيل مثال حاملة الأسهم دائما كانت في السابق عندي هدف الشركة هو تعظيم الأرباح لكن هذا هو تعريف قديم وغير مجدي مقتمة تعديله مع مرور الزبن بحيث أصبح هدف الشركات أو هدف إدارة المالية في المجمل هو تعظيم ثروة الملاك من خلال تعظيم القيم السوقية للسهم الغاية من ذلك على سبيل مثال لما يتقوم الشركة أو مجموعة مش خاص بإنشاء شركة معينة شركة مساهمة عامة ويطرح على سوء الاكتثاب لأول مرة دائما يكون السعر الاسمي وبسموه البار باليو بيكون عندي دينار أردني لكن مع مور الزمن ويشترك تحقيق أرباح وارتفاع عن مخصصات وارتفاع حقوق الملكية كمان عندي سعر السهم بارتفع بشكل كبير على أثرها شو اللي بصدر عندي بصدر عندي نقطة أساسية ومهمة أنه لما يرتفع سعر السهم بالعكس على داء المنشأ وإذن بهذه الحالة رح يصير في عندي الناس بحاجة إلى شراء هذا السهم وبالتالي تحقيق مكاسب التي يجت بيع الأسوام بأسعار أكبر من القيمة أي بسموها البارباري أو القيمة الاسمية حتى المحللين بيهتموا في هذه النقطة حتى البنوك بلوخ الاستثمار على سبيل مثال دائما البنوك حينما تتفر طبيعة عمالها ما بيقتصر بقط عملية الإقراض وعملية الإداع من خلال وداع والإقراض من خلال تسليلات التمريل مباشرة وغير مباشرة كمان البنوك تهتم بجانب آخر بتنويع مصادر التمويل الغاية من ذلك وتنويع مصادر الدخل كمان نقطة أساسية الغاية من ذلك حتى إذا واجهت أي مشاكل في المستقبل يكون عندي مصدر دخل آخر على سبيل مثال البنوك بتقوم باحتفاظ بعملات أجنبية بتقوم بعملية الاستثمار في أسهم في شركات إذا الغاية منها حتى تقوم بعملية تنويع مصادر الدخل لدى البنك وبالتالي تحقيق وتعظيم ثروة الملاك حتى المقرضين المقرضين اللي بيقوم بعملية إقراض أو بنك أو جهة مقرضة بتقوم بإقراض على سبيل المثال أحد الشركات بيهتموا بالقيمة السوقية للسهم أو بيهتموا نسب السوق بشكل كامل الغاية من ذلك إذا كان عندي القيمة السوقية للشركة جدا من الخفض وأقل من القيمة الرسمية وهي الواحد دينار إذن بهذه الحالة رح يصير عندي أن المقرضين رح يكون عندهم تجنب لعملية الإقراض حتى إذا كان في عندي إقراض رح يكون بأسعار فائدة جدا مرتفعة مقارنة مع الشركات بيكون أداها جدا مناسب ومرتفع وبيكون نسبة الإقراض عليها ونسبة الفائدة تكون أقل هذا بشكل بسيط فيما يتعلق في نسب السوق اليوم رح يتطلق لأول نسبة بسموها أرباح السهم الوحد أو العاد على السهم إلى مسميات كثيرة طبعا هذه النسبة مهمة بالنسبة للمساهمين الحاليين والمستقبليين بالإضافة بالنسبة للإدارة ودقيس هذه النسبة حصت كل سهم الأرباح وتحتسب كمالي أرباح السهم الواحد الأيرنجرشير هي عبارة عن الأرباح الصافية بعد الضرائب على عدد الأسهم الصادرة من خلال معطيات السؤال كانت عندي كان عندي معطينا بيانات كان عندي عدد الأسهم 300 ألف سهم كان عندي صافة الدخل قيمة 150 ألف إذن بهذه الحالة كان عندي العائد قيمته نصف دينار لكل سهم واحد إذن بناء عدد الأسهم اللي عندي وعلى صافة الدخل إذن بنلاحظ أنه في عندي عائد نتيجة الاستثمار بهذه الشركة في نهاية كل سنة نصيب كل سهم هو بنحكي عن العائد وليس توزيع إذن نقطة معينة ونقطة أساسية دائما الشركات بتقوم باحتساب العائد على السهم لحتى تشوف قديش نصيب السهم في نهاية الفترة من الأرباح والخسار لكن أحيانا الشركات بتقوم عاسميتها باحتساب العائد على السهم أي بمعنى أنه صافة الدخل عاسميتها كان عندي 150 ألف دينار وعندي عدد الأسهم 300 ألف سهم إذن بهذه الحالة كان العائد عندي نصف دينار لكن هاي النقطة هي بس نتيجة حملة لهذا السهم في هاي الشركة بعطيني نسبة أو القيمة نتيجة استخدامي أو نتيجة حملة لهذا السهم كربح لكن الشركات على أغلب ما بتقوم بعملية توزيع بشكل أساسي بتقوم باحتساب العادة للسهم بعدها الشركات بتقوم بتوزيع ما يليب بتقول كالتالي تم عاسميتها في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين عند إقرار لتقرير السنة وليد الشركة ومناقشته وتقرير مدقل حسابات فذلك الفترة بيقرروا أن الشركات توزيع ما يقيمتها 10% أو 20% من صاف الدخل والباقي بيحتفظوا فيه في إما احتياتي قانونة واحتياتي اختياري واحتياتي خاصة أو أرباح مدورة إذن هاي النقاط الأساسية فيما يتعلق بها إذن رح نقوم بعملية احتسافها من خلال برنامج الأكسل إذن قبل بنقل بينات السؤال حتى نقوم باستكمال ونتطرق لموضوع النسب السوق بشكل أساسي حكينا العاد على السهم إذن حكينا بنقطة أساسية هي الأرباح الصافية بعد الضرائب على عدل الأسهم العادية الصادرة وماجهة أقول كالتالي صاف الأرباح من خلال قانونة الدخل يكان عندي 150 ألف على عدل الأسهم كان عندي عدل الأسهم العادية المصدر هم نحكي عن الأسهم عادية إذن بهذه الحالة طلعت عندي كان عندي 300 ألف إذن بهذه الحالة العاد على السهم كان نصف دينار إذن هاي النقطة المتعلقة فيها في عمية احتسابها طيب هاي النسبة لمقومة احتسابها حكينا هي بشكل أساسي أي بما أنه حصة السهم الواحد من صاف الأرباح بعد الضرائب تساوي نصف دينار طبعا هاي النسبة يتم مرقبتها بدقة من المستثمرين أنها تعطي مؤشر عن مدى نجاح المنشاة هاي في عمية احتسابها بشكل بسيط إذن النسبة الثانية رأتحدث عنها الآن هي نسبة الأرباح إلى سعر السهم ثمها الـ طبعا تقييز نسبة الأرباح إلى السهم العاد المطلوب المستثمري في الأسواق المالية توظيف أو موالهم في أسهم المنشاة أي تكلفة التوميل من مصدر الملكية أي إصدار الأسهم العادية في حالة تبات معد نمو المنشاة وتدعي أو تدعى هذه النسبة أيضا بمعدل رسملة الملكية Equity Capitalization Rate حيث أنها تقييز معدل الفائد المطلوب في السوق المالي لرسمة خصم الأرباح بالسهم وتحويلها سعر للسهم طبعا تقييز هذه النسبة على النحو التالي من أي القياسات نسبة الأرباح إلى سعر السهم هي الأرباح بالسهم على متوسط سعر السهم في السوق طبعا إحنا الأرباح بالسهم طرقنا لنقابق قليل هي العاد على السهم اللي هي بإرنينك برشير وحيانا بهمني نقطة أساسية متوسط سعر السهم في السوق وكان معطني ببينات السؤال هو 2 دينار طيب بشكل أسجل متحدث عن متوسط سعر السهم ونوقع بحالات عملية إذا خلينا ننتقل الآن إلى بورست عمان ونشوف بشكل عملي أسعار الأسهم لبعض الشركات إذن هو من خلال البيانات الظاهرة عندي عندي الشركة المتكاملة للنقل المتعد طبعا بعطيني من خلال بورست عمان يمكن استعلام من خلال الرموز أو من خلال استعلام عن طريق الاسم طبعا من خلال هون من الصندوق التي تتفحل فيه بشكل سريع طبعا من خلال تختار اسم الشركة عندها سعار تاريخية تعميم الأفصحات أوقات تنفيذ العقود عمق السوق الرسم البياني للشركة معلومات التقرير المالي بتلاقي في عندي ايش نحك عن السوق النظامي في عنده وراق المليغة المدرجة فإذا ملاحظوا أنه في عندي زي ايش زي تريند بيبين ايش حركة سعر السهم خلال فترة معينة ما يحك عن 11 ديسمبر حتى 20 ديسمبر لكن ملاحظوا أنه السعر السهم السوقي استقرير ما يقارب 60 قرش إذا بهاي الحالة أقل من القيمة الاسمية وهي ايش واحد دينار وهذا بعطينا مؤشر أساسي أنه شركة أنه سعرها أو أداءها المالي غير جيد وبالتالي ما عند الملجأة المستهدفين أو نحك عن المستثمرين الراغبين بالاستثمار لما يشوفوا سعر السهم جداً مخفض والشركة على سبيل المثال ما فيها توجه بالمستقبل زيادة على سبيل المثال بعض الحافلات أو على سبيل المثال استخداث أنظمة نقل حديثة إذا بهاي الحالة ما أحد رح يستثمر في هاي الشركات وبالتالي رح ينخفض سعر السهم بشكل أكبر وأكبر أكبر وحياناً بحقق أنه احتفاظ في الأسهم هاي أحياناً بشكل خسارة في بعض الحيارة طيب حكيناً أنه عندي سعر السهم وفي عندي هون بعطيني بشكل أساسي السوق القطاع فبعطيني هو السوق الثاني عندي قطاع منه كان عن شركة متكاملة للنقل شركة متخصصة بقطاع عن نقل عندي كان أعلى سعر منه كان ايش في عشرين اثناش أعلى سعر خلال يوم قديش تم لتثبه وعندي أدنى سعر كان تساوى خمسين هذا أعلى وأدنى سعر سعر إغلاق كان على ستين وسعر تساوى خمسين وحجم التداول في هاي الأسهم كان عندي ألف ومئتين سوى ثلاثين سهم وفي عندي نقطة هون مؤشرات تداول التاريخية فبيقول لي قديش هون بشكل يومي إذا بالله هذو عشرين سوى طاعة ستة عشر خمسة عشر طبعا الفرق بين عشرين وسبتعشر هي أحيانا بتكون الفرقاتي أحيانا بكون أوقات غير عمل رسمي يعني مثال هي عطلة نهاية الأسبوع إذا هاي النقطة بشكل أحيانا بقدر أقوم باحتساب أو تحويل أسعار أو شوف أسعار الأسهم عسي مثال بشكل أسبوعي من خلال دعوة أسبوع أو شكل شهري إذا بهاي الحالة بقدر شوف كده السعر السهم مع مرور الفترة على سبي مثال نحكي من 2020 شهر داعش على سبي مثال لحد هون عندي وبقدر أضيف وشو كده سعر الأسهم لكن راح تلاحظ أنه كان الشركة أدائها فترة من فترات جدا ممتاز لكن بعد ذلك ونصار عندي لما بلشنا في حالة الحضر صار عندي نتيجة الجائحة الكورونا راح نلاحظ أنه سعر السهم انخفض بشكل جدا كبير مع أنه كان أداء الشركة كان أعلى من القيمة الاسمية لكن راح نلاحظ لما بلشنا على سبي المثال من شهر واحد شهر اثنين وبلش نحقق خسائر حتى وصلنا لشهر 11 هذا مثال بسيط من أفضل الشركات المتخصة في القطاعات الاستخراجية فمعطينا مثال لترند إذا ملاحظ أنه سعر السهم جدا مرتفع قبل قليل نحك ما يقارب 60 قرش الشركة المتكاملة لكن من نيج على سبي المثال أحلى قيم وصل على سبي المثال في 2012 سعر السهم في بورس العمان وصل سعر السهم تقريب كان عندي أدنى سعر 20 دينار و20 قرش سعر الإغلاق وسعر ستاح إذن كان عندي ستاح على ارتفاع بعد كان عندي وصل لحط أغلاق على 20 دينار و50 قرش فهذه الفكرة حجم التداول كان جدا مرتفع مقارنة مع شركة المتكاملة كان عندي حجم تداول 27 1982 فهذه النقطة بشكل أساسي وحكينا نقدر نشوف بشكل شهري ونشوف سعر السهم حتى مع الفترات السابقة من لاحظ أنه 17 19 ينتج احتفاظ في هذا السهم عسي مثال بشتريه بساعة 17 وعسي مثال بعد 6 أو 7 شهور وحقيقت ربع على كل سهم عسي مثال الدنيا وكان عندي عد أسوء جدا كبير إذا بهذه حال فترة بقدر أحقق على سبي مثال ربح جدا كبير هذا على سبي مثال ونفس الألية موجود كله من خلال بوس عمان تقدر تطلع على أسماء الشركات المدرجة حاليا من خلال الشريط اللي ظهر عندي بقدر شوف على سبي مثال وين الارتفاع وين الإغلاق اللي بصر عندي هذا بشكل بسيط فيما يتعلق في أسعار الاسهم بالرجوع إلى المد طيب حكينا بشكل أساسي هي عمي احتساب نصف الأرباح إلى سعر السهم إلى مطوص سعر السهم بالسوق وحكينا نصف دينار إلى دينارين وكان عندي معيار الصناعة 20% خلينا نقوم بنقل بيانات على ملف لكسل ونقوم بعمية احتسابها بشكل سريع إذن حكينا بشكل أساسي هي الأرباح بالسهم على متوسط سعر السهم في السوق إذن بشكل أساسي هي على من خلال البيانات التي عندي على متوسط سعر السهم كان عندي دينارين إذن في هذه الحالة شو منلاقي قرات عند القيم 25% تمعيار الصناعة كان عندي 20% إذن منلاحظ أن تكلف التمويل بالملكية المنشاة مرتبعة قليلا مع المعيار الصناعي والبلغ 20% ولعل السبب في ذلك يعود إلى تدني سعر السهم في السوق عمال المالي بسبب التوقعات غير متفائلة حول معدلات تمو أرباح المنشاة في المستقبل إذن هذه النقطة الأساسية فيها فيما يتعلق بنسبة الأرباح إلى سعر السهم إذن هذه النقطة لما قارنة المعيار الصناعي 25% هو 20% إذن بهاي الحالة بشكل أساسي إذن تمويل الشركة يكون معتمد بشكل كبير على التمويل المنشأة معتمد بشكل أساسي على الحقوق المالكيين فهي النقطة الأساسية طيب نتطرق كمان للنسبة الثالثة وهي نسبة سعر السهم إلى أرباح الأسهم Price Earning Ratio تقيس هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر في السوق المالي مستعد لدفعه لكل دينار ربع في السهم ويعبر عن ناتج بعضل المرات فإذا كانت نسبة سعر السهم إلى أرباح بالأسهم تساوي إلى عشرة فهذا يعني أن السهم يباع في السوق بعشرة أبعاف الأرباح بالسهم وتدعى هذه النسبة أيضا بالمضاعف Multiplier ويمكن احتساب هذه النسبة كالتالي نحن نأخذها بشكل سريع ونقوم بعملية شرحها بشكل أفضل ونأخذ حالات عاملية كمان من بورس نزدك ومن خلال بورس عمان في احتساب هذه النسبة بداية هي متوسط سعر السهم في السوق على أرباح السهم وهي كانت كالتالي عندي متوسط السعر السهم كان مع طنية دينارين وحكينا أرباح السهم هي نصف دينار فطلعت عندي اثنين على نصف دينار طلعت عندي أربع مرات ومعيار الصناعة كان عندي ست مرات طيب نقوم بعملية احتساب بشكل سريع من خلال برنامج الاكسل إذن نسبة سعر السهم إلى أرباح الأسهم حكينا بشكل أساسي متوسط سعر السهم على أرباح السهم إذن متوسط سعر السهم من خلال البيانات متوسط سعر السهم على حكينا بشكل أساسي على أرباح السهم أرباح السهم من خلال نصل السوق واللي كان عندي بشكل أساسي نصف دينار راح أتلاهظ عندي القيمة قدر كان عندي أربع مرات وكان عندي معيار الصناعة ست مرات أي بمعنى بالمقارمة مع معيار الصناعة وإذا حكينا عندي ست مرات يمكن الاستنتاج أن نسبة سعر السهم إلى أرباح الأسهم العائد المنشأ منخفض قليلا ولعل السبب في ذلك هو التراجع في نمو المنشأ في الماضي وعدم توقع نمو أعلى في المستقبل المؤثر سلبا على سعر السهم في السوق إذن هذا فيما يتعلق في نسبة سعر السهم إلى أرباح السهم طبعا نرح نترقلها بشكل تفصيل وشكل أكبر في المحاضرات القادمة إن شاء الله إذن إلى هنا تنتهي محاضرتنا شكرا لكم على حسن المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر